نظمت دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة ورشة تحت عنوان بيئة العمل الرقمية بالتعاون مع مؤسسة الدراسات والأبحاث العلمية غارتنر بحضور نور النومان مدير دائرة الحكومة الإلكترونية وعدد من ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة مرورا بعرض التجارب والأمثلة العالمية الناجحة في التغير الرقمي نظمت دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة ورشة تحت عنوان بيئة العمل الرقمية التي صلطت الضوء على عدة محاور منها تحسين مسار استخدام الموارد التقنية والبيانات بكفاءة أعلى تفي بمتطلبات سوق العمل بالإضافة إلى التعرف على كيفية تسخير المبادرات والذكاء الاصطناعي لتوفير مقومات عمل رقمية مؤسسية فاعلة تمحورة الورشة اليوم حول آلية التقنيات الحديثة والمتبعة لإحداث تحول رقمي ينظم أداء العمل ويحسن مسار استخدام الموارد التقنية بكفاءة أعلى لمواكبة التحول الرقمي والمتغيرات الحاصلة في الفترة الحالية وخلال الورشة قام أحد خبراء ومحللي غارتنر باستراض أهمية توفر الثقافة التكنولوجية للوصول إلى بيئة عمل متطورة بأدوات رقمية فاعلة وكيفية الاستحوال على الدعم الخاص بالمبادرات الرقمية وتقييم مدى نجاحها تسعى دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة من خلال الورشة إلى توفير أحدث التقنيات الرقمية التي تساهم في توفير بنية تدية متكاملة تدعم انتقالنا إلى بيئة داعمة للابتكار والإبداع يخبر دار مجلس سويدي الشارقة